مرحبا الساحي اياكم الله بنات اش رايكم فيني بس وانا اتقن كل اللهجات اليوم سويت هذا السخان مرة طلع لذيذ وجنن قلت خلنا شارككم الوصفة ودنا دايما نحب تحط الوصفات بفيديوهات الحالها اسهل اللي يقولكم اول شي جبنا بنتي الله سعدها طقت صدرها وقلت انا بسويه لكم مسخن وقلت بكيك يعني ابيل هذا البراونيز بسوي السخان البراونيز جبنا والله الاغراض وبدأت تسويها طبعا كلنا نعرف طريقة الكيك الجاهز اصلا تكون مكتوب هالوصفة خلف الكارتون ثلاث بيضات بس عندي نقطة يعني اذا كنتوا بتسوونها زي نحن نحن بسوي سخان خلوا العجين علينا شوي نفس الخليط هق الكيك لانك بتحطين عليه خلطة وكذا فالافضل انه يكون لين وهو معروفة طريقته ثلاث بيضات ثلاث ارباع الكاس موية نص الكاس ثلاث بيضات وبعدين نتحركها شوي ثلاث بيضات ثم نضيف عليهم خليط الكيك بس بنتي قالت لا انا بسوي على طريقتي عاد نسلك لها اقصد يعني الله يتزاها خير لا الحين تسمعني المو محركة الخليط نحن تتمر هذا افضل طريقة بعدين انكمت تضيفين الخليط كلها جميع اذكر مرة انا قمت ضيفتها كلها جميع ثمن صارت مرة لينا عندي وقمت وزيد دقيق ومدري ايش فالافضل انكم تضيفين شوي من الخليط وتحركين لين تصيل القوام اللي انتي تبغين دهنا السخان بالزيت وبعدين طبعا تكونوا مسخنين الفرن احسن شي تكونوا متجهز الفرن حطت شوي مكسرات المكسرات مر عطتها نكة مره لذيذة اللي عندكم من المكسرات هي كانت تبغى جوز البيكان بس ما كان متوفر عندي جوز البيكان حطت جوز عادي يولوز مبشور عطوا الله نتيجة مره لذيذة يكافي قم يهز الرخام المهم يلا حطوا الخليط ليسعدهم بنياتي وبعدين اضافة المكسرات المجروشة على الخليط قعد انتم ورغبتكم تحطون المكسرات اللي تبغون وبعدين دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 بعدين احين بتجهز التغطية بعد ما تطلع وهي ساخنة يعني اللي طلعت 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 السخان من الفرن تحطين عليها الخلطة وهو حار الخلطة مكونة من تيلا وترى بنات مو بلازم تسويون الكيكة عادي تجيبون كيك جاهز انا كتسويتها قبل بس جبت الكيك الجاهز هذا المربعات وصفيتها في السخان وحطيت عليها الخلطة اسرع بعد تقريبا علبة نوتيلة صغيرة او نصف ثلاثة اربعة هذه العلبة الاكبر من الصغيرة وثلاثة اربعة العلبة قشطة وشوي حليب تقريبا كاس حليب صغير هذه القشطة خلاص والحليب وبعدين تخلط المكونات نخلط نخلط لحد ما تتجانس المكونات عاد بنتي تقول اذا مدحوني المتابعات كل يوم وسوي لهم حالة عادتوا مدحوها بالكومنتات ترها تشوف التعليقات قلني يالله بعد ما عليت بس بس انت سوي وابشر بالتعليقات خلاص خلاص بعد ما حركته من شاء الله مرة طلع مرة متجانس ومره لذيذ شوي اول ما تبدين تخلطينها يكون متكتلة شوي القشطة تعرفون يعني بردو كذا بس انت تحريك ممكن بعد اذا كانت مرة متجمدة معكم تحمونها بالمكرويف على طول مشاء الله تصير تسيح وبس هذه هي مشاء الله من قوامها مشاء الله مرة يكون سائل أفضل بس وان ما يكون سائل مرة هذه صارت جاهزة الحين طلعنا عادت تشوفون الكيكة كذا تجربون بعود يعني كذا حق الشوي اذا كان العود يطلع فاضي بمعنى ذها استود خلاص عاد بعدين تصبون عليها الخليط وهي حارة تطلع مرة يومي يومي ايه بعدين تحطون عليها المرش ميلو الافضل انا مرش ميلو صغير بس انا صراحة ما لقيت بالبقالة الا كبير فجبت كبير لكن اتوقع احلى شكل يكون بالمرش ميلو الصغير وهذا المرش ميلو صفينا ممكن خيارات ثانية انا صراحة عندي العيال مي ممكن لهم يعني يحبون المرش ميلو ففكر بخيارات ثانية يعني غير المرش ميلو يعني ممكن احط نص مرش ميلو نص شي ثاني زي بسكوت او اطحم بسكوت كذا ورشة حتى انا صراحة انا مهم من فضلات المرش ميلو لكن هو كذا الحلة اخذ اخذ الكيسة حجمه متوسط اللي نستخدمتها بالحلة واصلا السخان هذا حجمه صغير اللي عندي مو كبير مو كلا نشارك في صف المرش ميلو بس هذا هو ان شاء الله صار تقريبا جاهز بس تحمير بصير والظاهر من شاء الله ما اخذ وقت ابدا حتى يعني اتوقع لابعد انتم تجيبون كيك جاهز ما رح ياخذ وقت ابدا انا بعد يعني شان نجيبنا الخليط وصوينا بالفرن يمكننا تقريبا نص ساعة هذا هو من شاء الله بعد ما حمرنا حطيناه في السخان وخلاص حطيناه قدمناه مع القهوة بها الطريقة من شاء الله للاه الله مره طعمه لذيذ شغلي السخان جبوا له الشمعات وتسخنونه ويطلع مصر يلا جربوا وعضونا رأيكم هذا كان نهاية فيديو اليوم لا تنسو الاشتراك بالقناة ودعم الفيديو بلايك شوفكم في فيديوهات قادمة مع السلامة